اليوم الشابات العراقيات النساء أنا اليوم ملف المرأة ملف شائك وكبير نقول دائما أنا مواقع تواصل الاجتماعي أريد عمل أريد شغل مصطفى شوفونا فرصة عمل تليق بينا أهلي ما يقبلون أشتغلوا بشركة أهلية أخاف يبتزوني أخاف هيش ويش اليوم هاي المرأة اللي هي خريجة اللي هي مثلا زوجة شهيد اللي هي أخت ضحايا إرهاب شنو مصيرها بالقوانين النافذة أو بالقوانين اللي ممكن نعدلها يعني تعرف موضوع القروض متاح للجنسين يعني سواء كان من الرجال أو النساء موضوع القروض وإحنا منحنا قروض لنساء كثيرات راجع عن الوزارة يعني في الفترة الماضية وحاليا وفي المستقبل جاهزين أيضا موضوع الحماية الاجتماعية أيضا متاح عندنا الآن 450 ألف امرأة تتقاضى راتب حماية اجتماعية من وزارة العمل اللي هنه ربات أسر أو من الأرامل أو المطلقات أو الأصناف الأخرى يعني 450 ألف امرأة تتقاضى راتب حماية اجتماعية وكذلك النساء من ذو الإعاقة أيضا فخدمات وزارة العمل لم تقتصر على الرجال فقط عندنا دائرة اسمها دائرة المرأة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة فالنساء مرحب بيهم في كل خدمات وزارة العمل والآن نجد المرأة العراقية عاملة في كل ميادين الحياة صراحة وهي تعضد الرجل وتعضد بلدها في أيام الأزمات والمحان اللي مر بها البلد فإحنا خدماتنا تشمل الجميع لا تستثنى هذه الفئة دون تلك مثلا